فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة الثلاثاء وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال واختلاس أموال عمومية وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس والتي كان يشرف عليها موظف الشرطة المشتبه فيهم وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيهم بمن فيهم الموظف المتقاعد تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لا زال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة والبحث مع جميع المتورطين المحتملين وبالموازات مع إجراءات البحث القضائي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة الممارسين المشتبه فيهما وذلك في انتظار ترتيب المسئوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسئولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي